يتوصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أسوان مرسل التلفزيون المصرية محمود جميل محمود صف لنا أوضاع الوافدين من الأراضي السودانية نعم هبة بعد التحية يعني على مدار أكثر من شهرين تستمر الجهود المصرية في استقبال المصريين والسودانيين والرعاية الأجانب الوافدين عبر معبري قسطل وأرقين كل الخدمات تقدم لكل الوافدين منذ بدء الاشتباكات في السودان وتقدم لهم كل الحقوق وكل الخدمات هذه الخدمات وهذه الحقوق تبدأ بمجرد أن تطأ قدمهم معبر قسطل بعد الانتهاء من كل الإجراءات في وادي حلفة وتقديم أيضا التسهيلات وتقديم الأجهزة الإلكترونية المختلفة في القنصلية المصرية في وادي حلفة للانتهاء من كل إجراءاتهم من التأشيرة الإلكترونية أيضا والجوازات وبمجرد أن يصلوا إلى بوابة معبر قسطل تستقبلهم الأجهزة المصرية المختلفة وسلطات ميناء معبر قسطل تحديدا لقربه من وادي حلفة وأيضا يتمتع بكل الخدمات من الخدمات الصحية وأيضا الخدمات اللوجستية على مدار أكثر من شهرين قدمت مصر ملحمة وطنية تضافر فيها كل الأجهزة الوطنية في محافظة أسوان لتقديم كل خدماتها للوافدين نتحدث عن الخدمات الصحية وهي أهم الخدمات التي تمتع بها الوافدين السودانيين منذ بدء الاشتباكات في السودان ومنذ توافدهم على معبر قسطل وأرقين الخدمات الصحية المتمثلة في النقطة الثابتة للهلال الأحمر التي تقدم كل خدماتها الطبية وأيضا الحجر الصحي للإطمئنان على عدم إصابتهم بأي أمراض وأيضا تقديم التسهيلات المختلفة في مكتب الجوازات ومضاعفة الأطقم العاملة لتسهيل الإجراءات وتقديم أيضا حقائب النظافة الشخصية وهذا بمشاركة وتعاون كل المنظمات الدولية التي أشادت بالدور المصري في الاستقبال الوافدين السودانيين وفي حفاوة الاستقبال وأيضا تسهيل السلطات المصرية العمل لهذه المنظمات للتعاون مع مصر وجمعية الهلال الأحمر لتقديم خدماتها ثم بمجرد الخروج من معبر قسطل تستقبلهم العبرات التابعة لمحافظة أسوان والقوات المسلحة المصرية ونؤكد على أن محافظة أسوان قد استحدثت عبارة ثانية لإستيعاب الأعداد المتزايدة الوافدة من خلال معبر قسطل ومن خلال مرسى حجر الشمس يتم التوجه بهذه العبرات إلى مرسى وميناء أبو سنبل النهري وهنا تتجسد ملحمة وطنية أخرى في المبادرات المجتمعية التي يقدمها أهالي مدينة أبو سنبل في توفير كل الحافلات التي تنقل الوافدين السودانيين وأيضا يعني الخدمات الصحية التي تقدم لهم في سيارات الإسعافة التي تجوب المدينة وتتواجد وأيضا مستشفى أبو سنبل الدولي ثم بالإضافة إلى الخدمات الأخرى الموجودة في محافظة أسوان نتحدث عن النقطة الأولى التي تستقبلها موقف كاركر الدولي هذه النقطة التي تقدم كل الخدمات أيضا الصحية والدعم النفسي وأيضا توفير الحافلات التي تنقلهم إلى محطة سكك حديد مصر وهنا نقطة أخرى يتم توفير عدد من المقاعد في القطارات نتحدث عن أربعة آلاف مقعد يوميا في ستة قطارات بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم في المستشفيات مستشفى جامعة أسوان ومستشفى أسوان التخصصي نتحدث عن تم تقديم أكثر من ثلاثمائة حالة وأيضا يعني غسيل كلوي وعمليات جراحية كبرى ومتوسطة فنتحدث على أن هذه المرحمة وهذه الجهود المصرية مستمرة حتى الآن تسير على قدم وصق من السلطات المصرية للوافدين من الأراضي السودانية أشكرك على هذه الصورة المتكاملة محمود جميل كنت معي من أسوان